الوباريشن امبي فاير من اهم الانتجريت السوركتس اللي تعملت في مجال الالكترونيات لنلاقى ممتدة في مجالات كتيرة جدا ومنها البيوماتيكال ديفايز طبعا الوباريشن امبي فاير بنرموز لها باوب امب يعني مختصرة اوب امب لها مجموعة من الايديا الكاركتوريستيكس كده بنشتغل بيها في الديزاين بتاعنا وبعد كده بنرجع نحلل الدوائر بتاعتني اذا كان بتحقق الكاركتوريستيكس دي ولا لا فبداياتا الشكل بتاع الوباريشن امبي فاير في الدايرة بيبقى عامل كده عباره عن مسلس لو ناجاتف تيرميل والبالسف تيرميل لو جين اي ولو اوبوت في اوبوت مفروض ان الاكويفلانت سيركت بتاعته بيبقى حاجه شكلها كده بيبقى بين الفي اللي هو على الماينس وعلى البالسل في واحد والفي اثنين اللي هما لتاعهم البتابة بتاعه بيبقى FI E Iputes R D بيبقى في output resistance في الجزء بتاع الـ output ده متواصل بـ voltage source اللي بيطلعه لي A times V2 Apides V1 فهو فعليا بيـ act again OF DIFFERENTIAL AMPLIFIER بيماغنفاء الفرق بين V2 و V1 اللي هو الفرق بين ال-postive و-negative-ternals دعوه بيطلعهولي في ال-output multiplied by A لو بسيت بقى على characteristics بتاعته ال-ideal characteristics اللي احنا بنأسيومناه موجودة فيه ان ال-gain دوت بيسوي infinity يعني لو فيه اي فرق صغير جدا بين الاثنين دول هيطلع لي هنا على طول ال-output بتاعي يعني ممكن يطلع infinity ال-V output بتاعنا بيسوي 0 لما V1 بتسوي V2 طبعا دي واضحة من ال-equation بتاعت ال-output بتاعه هنا لو V2 بتسوي V1 دي بقى معنى كده A بتسوي يعني A في الزيرو هتسوي 0 في الاخر ال-R دي اللي هي ال-input impedance بتاعته بتسوي infinity طبعا دي برضو ideal لان احنا بنتخيل ان احنا عندنا ال-source بتاعنا له برضو high-input impedance فلما حط هنا infinity بقى معنى كده باخد ال-volt بتاعي بتاع ال-source بتاعي كامل على ال-input ما بيقاش فيه اي drop نتيجة لان ال-limited input impedance بتاعت ال-circuit بتاعتي ال-output impedance بتسوي صفر يعني قيمة resistance بيتسوي صفر لانا مفيش اي drop بيحصل مهما سحبت current هنا من source بتاعي دوت طبعا لو كان دي لها قيمة كبيرة كل ما انا سحبت من هنا current اكبر كل ما حصل لي drop للvoltage دوت من الدائرة اللي احنا شايفينها هنا دي برضو ال-assumption بتاع ال-op amp في الحالة ال-ideal بتاعته ان هو البندويتس بتاعه بيسوي infinity يعني ما بيحصلوش اي تغيرات مع frequency خالص يعني response بتاعه زي ما هو في جميع ال frequencies سواء كانت low frequencies أو high frequencies طبعا دي كلها حاجات ideal عمر ال-game بتاعنا ما يبقى infinity ودايما ال-output بتاعنا بممكن يبقى فيه حاجة بنسميها offset كده ممكن تطلع لو احنا حتى عندنا بيه واحد بتسوي بيه اتنين ال-imput impedance عمرها تبقى infinity هتبقى كبيرة كفاية بس ما هياش infinity ال-output resistance برضو برضو ما منفعش انها تكون zero بقى قيمة برضو بس تعتبر صغيرة ما هياش قيمة كبيرة ال-bandwidth definitely ما بيبقى infinity وهنشوف الكلام ده كله هنتكلم عليه في الاخر خالص ونعرف ان فيه عندنا حاجة اسمها gain bandwidth product ده بيحدددنا ال-response بتاعنا بتاع ال-op amp بيبقى شكله عامل ازاي عن different frequencies من ال-condition z بنطلع بحاجتي مهمين جدا هنعتبرهم بقى دول الاساس بتاعنا في التعامل مع ال-op amp في circuits ان اول حاجة ال-V plus بتساوي V minus يعني في الدايرة بتاعتي يبقى فيه ال-condition بتسميه virtual ground انها دايما بيبقى عندي الفولت اللي هنا لازم يساوي الفولت اللي هنا لو حطيت هنا مثلا فولت معين يبقى لازم الفولت ده يبقى هنا على طول مباشرة لان يعني لو غير كده يبقى فيه حاجة يعني بتبقى مش مظبوطة في ميبقى او op amp والcurrent اللي داخل هنا تيجى ال-imbedence الكبيرة او اللي جوه دي الcurrent اللي داخل هنا في ال-negative terminal او في ال-positive terminal اللي اتنين بيساوي صف يعني ما تبارشني فيه اي كرم بيخشي اللي خلص قول op amp خلص نهاي وطبعا يعني قعدتين دول ممكن نحطوهم كده في شكل فورمال شوية when the op amp output is in its linear range the two input terminals are at the same voltage القعدة التانية no current flows into either the input terminal of the two input terminals of the op amp يعني condition المتحى V plus بتساوي V minus وال-I plus بتساوي I minus بتساوي 0 ال-condition Z هي اللي على اساسها نقدر نحلل اي دايرة من دواير ال-op amp زي ما هنشوف دلوقتي بقى مجموعة دواير كده مختلفة بتستعمل في applications كتيرة جدا 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 في الدواير بتاعت ال-biomedical devices اول دايرة نكلم عليها في ال-op amp هي voltage follower ال-input بتاعنا بيخش من على ال-positive terminal وال-negative terminal بتبقى عاملة connection مع ال-output بتاعي بال-condition بتاع ال-V plus بيساوي V minus هنلاقى ال-voltage اللي هنا هو نفس ال-voltage اللي هنا وطالما ال-voltage دا هو دا ويبقى معنا كده نفس ال-voltage دا هو ال-V output بيساوي ال-V input بالضبط زي ما هو فالميزة بتاعت ال-voltage follower ان ال-input بتاعي بيشوف infinite input resistance وال-output بتاعي نفس فمعنا كده هممكن نستعمل ال-voltage follower دا كبوفر بحيس انه هو ياخد من source يبقى ال-input resistance بتاعته تبقى او output resistance بتاعته كبيرة ويطلع لنا source دا ك-voltage output ب very low output impedance فطبعا دا هو استعمالات كتيرة جدا جدا في ال-biomedical devices احد الدوائر المهمة جدا برضو بتستعمل op amp حاجة ما نسميها inverting amplifier ال-inverting amplifier دا معناه انه هو بياخد السيجنال بتاعته اللي في ال-input ويكبرها ب-negative value وبعد كده يطلعها لي في ال-output يعني ال-output دا بيساوي negative amplification في ال-input اللي داخلي هنا دا نبتدي بقى نحل الدايرة دي بال-condition زي ما قولنا عليها ونشوف ايلا هيحصل بالظبط ال-voltage اللي هنا دا ب-0 فمعنى كده ان النقطة دي برضو نتيجة لل-V plus بيساوي V minus بيبقى عندي هنا virtual ground يعني النقطة دي باكنها ground بالظبط تبقى هي 0 فمعنى كده ال-current اللي يمشي هنا اللي هو اللي ماشي في ri اللي هو ال-input دا هيساوي v-input على r-input فمعنى كده ال-current دا برضو ما يقدرش انه هو يخش في negative term اللي هنا نتيجة اللي احنا قولنا ان negative بتساوي i positive بتساوي 0 مفيش اي current بيخش جوة فال-current دا بعلوش اي طريق يمشي فيه غير ان هو يمشي هنا كده ويطلع في ال-output بتاعنا فمعنى كده لو انا اعتبرت ان دي 0 يبقى معنى كده ال-voltage في ال-output بتاعي دا بيساوي negative i فrf ال-i نفسه زي ما كنا بنقول هو بيساوي vi على ri فمعنى كده بيطلع لنا ال-output بتاعنا بيساوي minus vi rf على ri فمعنى كده لو احنا حطينا rf بتاعتنا يعني بالنسبة ال-ri كبيرة يبقى معنى كده بيبقى فيه amplification factor متعرف بRf على ri دا بيكبر لي ال-output بتاعي بحيث في الاخر يبقى amplification factor بتاعي minus rf على ri ناخد بقى لنا من حاجة مهمة قوي ان ال-amplifier بتاعنا بيشتغل within power supply range بتاعه او output range بتاعه فهنلاقى ان احنا العلاقة بين ال-input وال-output لو هنحطينا ال-input هنا كده وال-output هنا كده هنلاقى انها علاقة linear في ال-range بتاع ال-power supply بتاعنا لو هنحطين ال-power supply بتاعنا minus 12 لـ 12 هنلاقى range بتاعنا كده يعني يوصل لغاية ال-12 وما يقدرش يعمل حاجة بعد كده هي saturate هنا ولو يوصل عند ال-12 وي saturate هنا يعني بيبقى عندنا هنا ال-power supply rails او الحدود بتاع ال-power supply من الناحيتين كده بتخلي linear range بتاعنا متحدد بيهم يعني ما يقدرش ان هو يجو linear beyond ال-voltage بتاع ال-supply بتاعنا يعني لو فرضا احنا كان عندنا RF على RI ده بيساوي 2 وال-voltage input بتاعي كان بيساوي 10V يبقى معنا كده ناقص 2 في 10 يبقى ناقص 20 ناقص 20 مش ممكن ال-power supply ده يجيبها فمعنا كده ال-output بتاعي في الحالة دي هيبقى عبارة عن لو انا كنت عند ال-10V هنا كده يبقى ال-output بتاعي عبارة عن ناقص 12 فناخد بدنا من الموضوع ده لان ال-saturation اللي هو ال-post of saturation و-negative saturation في ال-op amp بيعملينا distortion لل-signal بتاعتنا لازم نميك شور ان احنا حطين ال-amplification factor بتاعنا بحيس ان ال-signal اللي دخلالنا دي تبقى amplified بس من غير ما هيحصل لأي جزء منها saturation ممكن بقى ناخد نفس الفكرة بتاعت ال-inverting amplifier ونجنراليزت شوية بحيس ان احنا نعمل summation ل two signals او اكتر من signal ممكن مش بس نعمل summation يعني نجمع ال-voltages مع بعض وخلاص ده احنا ممكن نعمل weighted average كمان weighted average يعني كل واحدة تبقى مقسومة او مضروبة في فاكتور مختلف دي تتعمل ازاي؟ الدايرة اللي عندنا دي بتعمل الكلام ده هتخلين فيه عندي هنا voltage VP يعني عند النقطة دي والنقطة اللي هي VP ديت مفروض ان انا عايز اشوف ال-effect بتاعها على V input لحنا شوفنا output بتاعها عامل ازاي قبل كده فاحنا بنتكلم على ان اول حاجة النقطة دي نتيجة لان virtual ground موجودة ان V minus plus V plus يبقى النقطة دي نفسها تبقى برضو still بتعبارلي عن ground فمعنى كده احنا بنتكلم على output بتاعنا برضو V output بتاعنا عبارة عن I minus I في الايه في الميت كيلو دي اللي هي ال-RF دي بس ال-current بقى المرة دي مش جايلي من هنا بس مش جايلي V input على ال-RI دي بس لا ده جايلي كمان VB على RB يعني معنى كده بيبقى عندي V output بتاعي بتاعه minus RF I اللي هو عبارة عن مجموع VI على RI اللي هي current جايلي من هنا وVB على RB اللي هو current اللي جايلي من هنا طبعا التو-current دول ما يقدرواش يخش جوه ال-negative terminal زي ما قلنا ال-I negative وال-I positive اللي اتنين بيساوي 0 فمعنى كده ان ال-current دوت هيبقى superimposed على current دوت والاتنين هيمشوا مع بعض فيه RF عشان يطلعوا لي ال-output فبالتالي ال-output بتاعي دلوقتي بقى function في ال-input دوت و ال-input دوت لو حطيت بقى عدد منهم كمان ممكن اجمع بقى عدد من signals بنفس الشكل كده وكل واحدة فيه مويتد بال-resistance بقى بتساوي كده لو ال-to-resistors دور RI و-RB الاتنين متساويين يبقى معنى كده بيطلع لي ال-output بتاعي function في المجموع لو كان كل واحدة منهم بقيمة مختلفة يبقى معنى كده اللي بعمل weighted average لل-to signals دول فطبعا هو نفس طريقة الاناليسس واحدة في summing amplifier شبه بالضبط اللي عملناه في ال-non inverting amplifier بس في ال-inverting amplifier بس النقطة ان هي بتختلف ان انا بقى حطيت كذا signal مش signal واحدة وكل واحدة فيهم بتجيب لي current والcurrent ده بجمعه مع بعضيه عشان في الاخر اوصل في الاخر اشوف المجموعة في الاخر هيجيب لي current قد ايه والcurrent ده كله بيمشي في RF عشان يطلع لي ال-output بتاعي طبعا هنا المجموعة ده بيطلع يعني مضروف في negative value بس دي طبعا ما هيش مشكلة لان احنا عادة ال-negative output في ال-AC signals ما بتبقاش فارقة كتير ففي الاخر انا ممكن انا حتى اعمل لها inversion بعد كده مش مشكلة قوي ان احنا نقدر ان احنا نتعامل مع ال-negative sign دي ما فيقاش اي مشكلة بس في الاخر المهمة بالنسبالي ان ال-output بتاعي طلع function في weighted average لل-signals اللي تدخلها في ال-input بتاعي لو احنا عاوزين بقى نعمل non-inverting amplifier يعني نعمل amplifier يطلع علينا ال-output عبارة عن ال-input multiplied في positive value ممكن نعمله بالconfiguration دي بدخل ال-input بتاعي عند النقطة دي وبخلي الجزء اللي هو في feedback اللي هو في negative end بتاع ال-terminal بتاع ال-input بحطه في دايرة بالشكلة ده كده ال-voltage اللي هنا by definition v plus بسبب v minus هيبقى هيبقى موجود هنا فوانتن هو بقى موجود هنا يبقى معنى كده هيبقى في current ماشي من هنا هنا لدي ground current ماشي من هنا هنا دوت هيبقى came to i بتساوي v-input على r-input ال-current ده نفسه هيمشي برضو لان ملوش اي سكن هو يمشي هنا هيمشي في ال-direction بتاع ال-feedback loop ديت او feedback resistance دي فهيبقى معنى كده voltage output بتاعي هيبقى عبارة عن i times rf plus ri لان هنا دي ground بتاعتي فمعنى كده ان دلوقتي بقى عندي v-output على v-input دلوقتي بقى عبارة عن rf plus ri على ri ال-v-input بتاعي موجود هنا اهو بيمشي هنا current ونفس current ده هيتسحب بين هنا هو نفسه فمعنى كده لو انا واقف هنا في النقطة دي اللي هي النقطة بتاعت v-output بتاعتي هبقى شايف voltage عبارة عن d زائد d في نفس current هو هو ال-voltage input بتاعي كان عبارة عن d في دي بس فمعنى كده بيبقى فيه عندي gain مقابل لي rf plus ri على ri طبعا هنا بيبقى شكل curve شبه الحاجة اللي شفناه في non-inverting بيبقى low limits عند power supply rails بتاعتي اللي هي الحدود بتاعتي ال-power supply بتاعتي positive والnegative بتبقى كام بس هنا بقى بيبقى slope بتاعي بيبقى positive المرة اللي فاتت لو احنا فاكرين في الجزء بتاع ال-inverting amplifier كان slope بتاعي كان negative فطبعا ده بيبقى مستمر في حاجات لو انا عاوز ان انا الدايرة بتاعتي بتفرب معاها اذا كان positive ولا negative فبقى عاوز ان انا اعمل positive multiplication او positive amplification للسيجنال بتاعتي مش عايز يبقى فيه inversion للسيجنال بتاعتي اهل الاستعمالات المهمة برضو بتاعه ال-op amp ان انا ممكن استعمله ان انا اعمل بي differential amplifier. differential amplifier by definition في عنده 2 inputs بالمنظر ده كده يعني موجودين و 2 inputs دول كل واحد فيهم مستقل يعني كل واحد فيهم relative ground يعني V4 دي relative ground و V3 دي relative ground انا عادي شو الفرق بينهم دوت اكبرو يعني طلع ال-output هنا function في الفرق بين الاثنين دول function في V4 minus V3 فلو احنا بصينا على الدايرة بتاعيتنا هنا دي ال-V4 دي هي basicly مفيش اي current بيمشي هنا فهي basicly شايفة يعني من هنا ال-ground يعني على طول مباشرة كده بتمشي current هنا في R3 أو R4 او ممكن اتخيل بقى بشكل اخر يعني ان احنا عندنا V5 دي هي potential divider لV4 V5 دي هتساوي R4 على R3 plus R4 لابسيط على circuit اللي هي فيها potential divider دي فالنقطة دي هيبقى فيها voltage V5 لها بالقيمة دي طب النقطة دي برضو بنفس الكلام V plus بتساوي V minus نفس النقطة دي لازم بقى V5 الفرق بين الاثنين دول هيمشيلي current هنا عبارة عن I بتساوي V3 minus V5 على R3 زي ما احنا شايفين هنا كده فرق voltage اللي هنا ده اللي هو potential difference على resistance هتدينا current اوكي والcurrent ده نفسه هو نفسه هيمشي في voltage output عشان يطلع لنا هنا هو نفسه اللي هيطلع هنا في الاخر voltage output بتاعنا ففي الاخر voltage output بتاعنا نده نحسبه ان هو بيساوي V4 minus V3 في R4 على R3 فلو احنا حسبناها بالشكل ده احنا هنا عوضنا V5 بتاعتنا عوضنا بيها من هنا قيمتها بتساوي كام؟ ولقينا بقى ان احنا بنلاقي في الاخر output بتاعنا هو function for difference اللي هو V4 minus V3 في amplification factor R4 على R3 حسب انا بحط R4 relative R3 بكام؟ بيطلع لي في الاخر game بتاعي بتاعي ال differential amplifier ده بقيمة اللي هي بتاعت ال ratio بتاعت اللي بتين دولا عن بعض فطبعا احنا نتكلم على ان احنا كل اللي عملناه هنا مجرد ان احنا يعني حسبنا ال current اللي ماشي بدلالة الفرق دوت اللي هو برعا برعا V3 minus V5 على R3 وهو نفسه اللي انا حسبته بقى من ناحية التانية هنا هو عبارة عن V5 minus V output على R4 انا خدت بقى ال equation ديت وعوضت بيها بعد كده حطيت بقى V5 بقيمتها من هنا وعملت ال relation اللي V3 من هنا القيمة بتاعتها من هنا وطلعت بقى قيمة الايه؟ قيمة ال output بتاعي بيساوي كام؟ طبعا انا ممكن اعملها بشكل مختلف شوية انا ممكن احسب ال current ده بيساوي كام؟ يعني اخد واحدة من دول واضرب بقى في R3 زاد R4 عشان نحسب ال V output بتاعي ويبقى ده الفرق بينه بينه بين V3 وفي الاخر بقى ده نحصل على V output بتاعي بيساوي كام؟ ففي كل الاحوال احنا هنا اعملنا output عبارة عن فاكتور او amplification فاكتور مقابل لقيم ال resistors اللي موجودة عندي في الدايرة multiplied by الفرق اللي موجودة عندي بين ال two potentials انا حطيتهم على طبعا ال different amplifier ده بيشتغل كويس قوي بس المشكلة بتاعته ان ال voltages دي شايفة ك- input resistors الحاجات اللي موجودة دي مش شايفة ال input impedance بتاعت ال op amp نفسه شايفة ال resistances الموجودة هنا دي ك- input impedance فدي طبعا بتبقى قل كتير جدا من infinite او near infinite input impedance بتاعت ال op amp فدي مشكلتها الحقيقة انها ممكن متبقاش مناسبة لل applications اللي فيها السورس بتاعي low output impedance تبقى عالية فلان بيحصل drop طبعا ما بسحب منها current فطبعا محتاج اعمل كزا stage تاني قبل كده اممكن احط هنا مثلا voltage follower وهنا voltage follower عشان يخلي دي بقى ال input impedance بتاع 30 دول تبقى عالية بحيس اقدر استعمله بقى في ال applications اللي بكلم عليها دي ودي اللي هتكلم عليها في حاجة بسميها instrumentation amplifier في الحقيقة في instrumentation amplifier زي ما كنت بقول هو الفارق بينها وبين differentiate amplifier ان انا بحط هنا input stage عبارة عن voltage follower بس معمول بشكل مختلف شوية كده بحيس ان انا اقدر اخب منه جين زيادة كمان فلو انا حطيتها بالشكل ده كده ال input ده شايف input impedance و ال input ده شايف infinite input impedance ولو انا بصيت بقى عايز احسب الدنيا عين اعمل ازاي لو انا لاحزت كده لاقي section اللي هنا ده هو نفسه section بالزبط اللي انا كنت بكلم عليه قبل كده اللي هو جين بتاعه كان عبارة عن يعني زي ما كنا شفنا كان عبارة عن R3 على R2 فلو انا بصيت دلوقتي على الجزء اللي هو قبل كده اللي هو جزء اللي هو في ناحية الشمال دوت عايزين نحسب الجين بتاعه بيساوي كام انا عايز اعرف V3 ناقص V4 او العكس يعني V4 ناقص V3 ناقص V1 بتساوي كام فدي نحسبها ازاي احنا عارفين ان V1 دي موجودة هنا و V2 موجودة هنا يبقى معنى كده هنا V1 وهنا V2 يبقى معنى كده current اللي ماشي هنا بيساوي كام ال current اللي ماشي هنا بيساوي V2 ناقص V1 على RG اوكي اللي هي برعاً او يعني لو انا اخذتها بالعكس يعني يعني V1 ناقص V2 على RG اللي هو D ناقص D على RG تديني current اللي ماشي هنا دوت طب الفارق بقى بين D و D كام اللي هو V3 ناقص V4 الفارق بين V3 و V4 بيساوي current اللي ماشي هنا اللي هو نفسه ده لانه ما يدرش يمشي هنا ال current اللي ماشي هنا ده هيدرف R1 زائد RG زائد R1 يعني هيدرف 2R1 زائد RG فمعنى كده بقى عندي ال stage اللي هنا دي يعني الجزء اللي هو V3 ناقص V4 relative V1 ناقص V2 في عندي multiplication factor او Gain موجود عندي عبارة عن 2R1 زائد RG على RG طب النهاية بقى خالص V output بيساوي كام V output بيساوي الجين اللي احنا حسبناه هنا دوت multiply بقى بالجين اللي احنا شفناه قبل كده هو R3 على R2 فهيبقى معنى كده بقى عندي مضروبين في بعض وفي الاخر بيطلال ال output بتاعي function في ال difference بتاع ال input بتاعي بيساوي كام طبعا دي حاجة مهمة جدا ان احنا نشوفها بالشكل ده او ان احنا نحاول ان احنا نحسبها بالشكل ده وفي الاخر بنلاقي ان احنا ال دايرة بتاعتنا ميزيتها الاساسية عن ال differentially amplifier ان ال input impedance تبقى عالية جدا فلما ال input impedance تبقى عالية يبقى معنى كده بنتكلم على ان السورس بتاعنا حتى لو كان ال output impedance بتاعته عالية هيقدر يتعامل معاه وهيقدر ان هو يشتغل معاه عنده اي مشكلة خالص الحقيقة ال differentially amplifier ده بيستعمل في applications جدا في medical devices ابسط حاجة ده هو ال amplifier الاساسي بتاع حاجة زي ال ECG مثلا يعني ECG signals كلها بنستعمل لها instrumentation amplifier والحاجات بتاعت EEG برضو بنستعمل لها كل الحاجات اللي هي bi potential signals دي بنستعمل لها instrumentation amplifier عشان نحصل منها على النتائج كويسة بالنسبة ال amplification بتاعها احد ال applications مهمة جدا في ال op amp هو استعماله ك comparator والحقيقة له طريقتين ممكن استعمله بيهم ك comparator اما نعمل بي simple comparator او comparator with stresses في الحالتين الدايرة بتاعتنا انا بنعمل بيها comparator هي الدايرة دي وبحط فيها ال v input بتاعي هنا وال v reference بتاعي اللي انا بقارن بيه هنا و basically انا بقارن ال v input ده ب minus v reference مش positive v reference وبحط هنا resistance R3 دي حسب القيمة اللي انا عاوزها او حسب الطريقة اللي انا عايز استعملها لو كنت عايز استعملها ك simple comparator يبقى معنى كده احط R3 دي بيتساوي صف لو عايز اعملها بهيستريسيس بحط R3 دي بقيمة والقيمة دي هتعتمد عليها قيمة الهيستريسيس دي ال width بتاع الهيستريسيس دي بقى كام فال output بتاعي بيبقى حاجة بالشك ده كده لو حصل ان ال voltage input plus voltage reference بتاعي كان اكبر من negative v reference بلاقي ان ال voltage بتاعي ده اللي هو output بتاعي يطلع بنائس VCC negative VCC نتيجة اللي انا عندي هنا النقطات دي وبسيط على الحالة بتاعت R3 بتساوي صفر يبقى معنى كده النقطات دي هي ground طالما النقطات دي هي ground يبقى معنى كده بتتقارن بال voltage اللي هنا لو عندي هنا v input زائد v reference مجموههم مش بصفر عشان يبقى يخلو هنا صفر هلاقي ان لو هو اكبر من الصفر يبقى معنى كده قيمة اللي موجودة هنا هتبقى اكبر من الصفر فمعنى كده انه يبقى negative terminal اكبر من positive terminal يبقى معنى كده فيه output بتاعي على طول هيروح لل negative saturation value بتاعتي بتساوي جاب نتيجة انه عندي هنا طبعا الفرق اللي هنا ده بيبقى ambly5 بجين كبير قوي فمعنى كده لو فيه فرق في negative اكبر من positive يبقى معنى كده يطلع لي هنا negative saturation لو عندي positive اكبر من negative يحصل العاكس يطلع لي هنا positive saturation فمعنى كده هو هنا بيوصل مباشرة negative saturation لما negative terminal بتاعتي اللي هي النقطة دي تبقى اكبر من هنا فالحالة التانية بقى لما يكون عندي input زائد v reference اقل من zero يبقى معنى كده النقطة دي هتبقى negative relative لهنا يعني zero هنا يبقى اكبر من negative اللي هنا ده فمعنى كده هيصل لي هنا يبقى ايه positive saturation without stresses بقى بيبقى عنده نقطة واحدة بس كده عند النقطة دي اما لو اتحرك شوية صغيرين ناحية الناحية دي هيوصل على قطوله يبقى negative saturation لو اتحرك نقطة صغيرة الناحية دي هيبقى positive saturation فالنقطة دي الحقيقة بتبقى critical شوية ممكن لو فيه شوية noise موجودين وانا قريب من المنطقة دي ممكن يحصل لي هنا fluctuations بين negative VCC فدي بتبقى فيها مشكلة مع ال noise فعشان اخلي noise characteristics بقى احسن شوية بخلي فيه عندي هنا باننا خلي R3 تبقى موجودة بتبقى اكبر من الصفر الحقيقة R3 ال voltage اللي عليها دوت يعني function طبعا في V output بتاعي بيساوي كام وحقيقة بنلاقي ان احنا حسب voltage اللي موجودة على R3 بنلاقي ان هو بيساوي اربع مرات قيمة الصفرات دي فمعنى كده فيه عندي direct relationship between value R3 دي طبعا من مصلحتها نحن نحصل الصفرات بس ما نحطش الصفرات تبقى كبيرة زيادة عشان تلخبطي comparison function بتاعتي انا عايزها مجرد ان هي تبقى اعلى شوية صغيرين من noise level بحيث ان هي في الاخر تتاكموديت ال variations الصغيرة اللي هي بتخلي يبقى unstable stable ونفس الفكرة بتاعته في comparison هي نفس الفكرة بتاعت simple comparator بالظبط بس هي بيتبقى فايداتها ان انا لما اكون جاي من ال direction ده كده لازم اعلى شوية عن threshold عشان اتاكد ان انا وصلت فعلا ال threshold قبل منزل يبقى ايه يبقى غير ال value بتاعتها تبقى minus vcc لما اكون جاي من minus vcc لو فرضا ال voltage بتاعي بيقل مثلا وقل عن V reference ما بقولش ان هو اول لما يقل بمقدار صغير جدا عن V reference يبقى كده كفاء لا بس تنى قيمة معينة يعني بتاعت the stresses دي لما وصلها اقلب بعد كده ناحية التانية basically stresses بتعمل لي comparison function بتتغير حسب انا جاي منين لو انا كنت عندي voltage بتاعي اقلم voltage reference وجاي بعد كده عايز اطلع فوق voltage reference يعني ماشي في possible direction بلاقي ان انا عندي بحتاجة احط voltage اواصل ال voltage اعلى شوية من V reference لما اكون جاي بالعكس بقى voltage بتاعي اكبر من V reference ونازل بقى بتاعت يعني يقل بتاعت V reference بس تنى لغاية لما يوصل اقل من V reference ب value معينة عشان يخليه بعد كده يجيب لي value بتاعت الparison اللي هي تبعالي من V reference فمعنى كده ان هو بيخليلي system بتاعي بقى robust against noise ودي حاجة الحقيقة بتمامفيدة في practical applications اللي فيها فعلا بيلاقي noise موجودة وما رضاش ان احنا نشيلها باي حال من الاحوال واحدة برضو من applications بتاعت ال op amp هو استعماله في ان احنا نعمل logarithmic amplifier وده الحقيقة له استعمالات كتيره منها في ال ultra sound مثلا في ال dynamic range compression بنحتاج ان احنا ببقى في عندها logarithmic amplifier عشان يعملين الكلام ده طبعا احنا مش بنعمله بادينا في ال ultra sound بس عمتا ال logarithmic amplifier اللي بنشتريه غالبا هو جوا معمول بالطريقة بتاعت ال op amp اللي احنا بتكلم عليه دلوقتي فالفكرة بتاعت logarithmic amplifier ان ال output بتاعنا بيبقى proportional logarithmic بتاع ال input يعني باخد ال signal input دي واخد لها log بتاعها وال output بتاعي proportional log بتاع ال input بتاعي الفكرة بتاعته ان انا بحط هنا يعني transistor بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده بحط ال base بتاعته وحطه بال امتر بتاعه يبقى واصل بال output وال collector بتاعي يبقى واصل بال input هنا ده العلاقة بين ال VPE اللي بين ال base وبين ال emitter اللي هو ال voltage اللي هو في الاخر voltage output بتاعي دوت بتاعي عبارة عن constant log IC على IS IC دوت عبارة عن ال current اللي ماشي عنده في ال collector بتاعه IS ده واحدة من ال parameter بتاعي transistor ممكن ان احنا نقدر نجيبها دي حاجة بتبقى constant نعتبر انها constant يعني ففي الاخر لو احنا حطينا current IC دوت function في ال V input زي ما احنا بنحطه هنا كده IC بتسوي V input على RI بان احنا حطينا ال condition بتاع virtual ground هنا V minus بيساوي V plus يبقى معنى كده نقطاه ده بساوي ground يبقى معنى كده ال current اللي ماشي هنا هو عبارة عن V input على R input نفس ال current ده هو هو اللي هيمشي هنا فمعنى كده هلاقي ان ال V output بتاعي هيبقى proportional لل log بتاع ال V input على ال constant لو اي اس ده في RI طبعا الاتنين دولة طبعا ال constant ففي الاخر الحاجة اللي طلعا لي هنا هي practically function في ال log بتاع VI بيساوي كان طبعا احنا ممكن نعملها بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده وممكن نعمل لها gain كمان بنفس الطريقة اللي احنا شوفناها قبل كده ممكن احنا نوصلها بال tour resistors دول هنا يعني بدلما السويتش ده يبقى هنا ممكن نوصله هنا لو احنا حطينا السويتش ده في ال position اللي هو هنا ده كده بيطلع لي هنا gain زيادة عبارة عن 10x لان انا voltage اللي هنا دوت بيبقى ماشي هنا موجود اهو في ground current اللي ماشي هنا هيبقى عبارة عن voltage اللي كان هتطلعنا ال output ده اللي هو voltage اللي احنا حسبناه هنا دوت على resistance دي لما باجي احسب ال output بتاعي بقى بيبقى هو نفس current هو هو ماشي بقى في RF زائد RF على 9 فمعنى كده بنلاقي ان الحاجة اللي طلع لنا هنا دلوقتي بقى يعني 10 اضعاف الحاجة اللي كانت موجودة في ال input بتاعي اللي كانت موجودة هنا في النقطة دي فمعنى كده احنا عملنا هنا amplification بال resistance network دي اللي هي موجودة هنا اللي هي الدايرة اللي موجودة عندنا هنا بنفس الطريقة اللي عملنا بيها non-inverting amplifier مفيش اي اختلاف نفس الفكرة بتاعت non-inverting amplifier بالزبط فهنا طبعا بيبقى فيه ميزة ان احنا نعملها بالشكل ده عشان طبعا زي ما احنا شايفين ان ال output بتاعنا بيطلع صغير قوي بس عمتا احنا بالنسبة لنا الاساس في الدايرة دي نحنا نطلع حاجة proportional للوجاريث وبعد كده ممكن نكبرها بعد كده بالدوائر تاني بقى الop amp بتاعت amplification مخصوصة يعني بدل ما نطلع نحط الاثنين في نفس الدايرة ممكن برضو نستعمل الop amp علشان يعملين integrator الفكرة هنا ان انا بمشي current بتاعي اللي هو عبارة عن vi على r اللي هو برضو عشان هنا في ground يبقى هنا دي اكناها ground current دي نفسه لو بيشحن capacitor يبقى معنا كده في الاخر هيبقى proportional ل current اللي ماشي فيه لان احنا فعليا بنتكلم على current اللي بيشحن دوت في الاخر يعني هيخلي هنا فيه charge وزي ما احنا عارفين بيبقى عندنا q بتساوي c في v فمعنا كده الفولتج بتاعي بيتغير حسب cube بتاعتي بتساوي كم لو انا بعمل integration في وقت معين يعني بعمل integration من 0 غاد t 1 بمشي current دوت ويبقى في الاخر integration بتاع ال current ده في الوقت اللي هو من 0 غاد t 1 ده هو اللي في الاخر بيديني charge معينة هنا ال charge معينة هي q بتاعتي ديت عشان اخليها توصل تبقى في الاخر تبقى هي الفولتج بتاعي بقسم على capacitance ليه c فبقسم على c هنا current نفسه بيساوي v input بتاعي على r ففعليا لما انا بعمل الكلام ده يبقى انا فعليا بعمل integration بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت لو انا حاطت من هنا كده voltage ثاني يعني ممكن برضو يبقى الاتنين بيتجمعه او زيب بعض بقى في ال output بتاعي زي ما احنا شايفين كده بس ال function الساب بتاع ال integration بتاعملين هنا في الايه في ال capacitor ده طبعا احنا نخلي بقى ان احنا لازم بقى فيه طريقة نحنا نفرغ بيه ال capacitor ده في النص بين الاوقات المختلفة وبعض بحيث ان احنا كل مرة نبتدي نشحن ال capacitor ده من ايه من بداية من zero لو احنا ما عندنا capacitor ده في value بتادينا نعمل عليه accumulation charges ثانية يبقى معنا كده ال integration بتاعنا ده مش هطلع مزبوط ممكن اعمل العكس اللي احنا عملناه بقى في الجزء بتاع ال integrator نعمله في differentiator احط بقى المرة دي الكرن بتاعي يبقى ماشي في capacitance ويبقى هو في الاخر يضرب في ال R ده او يمشي في ال R ده ويطلع لي output بتاعي هلاقي عندي هنا بقى ان ال current اللي ماشي هنا دوت هو عبارة عن dq by dt يبقى معنا كده ان هو عبارة عن c dv by dt يبقى معنا كده ان ال current اللي هو cv dv by dt دوت بيضرب في ال R وطبعا هنا الانتاجة لل virtual ground يبقى عندي هنا دي عبارة عن ground فمعنا كده ال current اللي يمشي هنا ويوصل لل v output ده هيخلي v output بتاعي بيساوي negative ال R اللي هي ال resistance دي في ال current اللي هو cv dv by dt فيبقى معنا كده output بتاعي في الاخر هيبقى proportional لل derivative بتاع السيجنال بتاعتي ودي حاجة طبعا يعني بسيطة كده ممكن نعملها وممكن تبقى يعني فعلا تعمل لي function ممكن تبقى لطيفة في دايرة وممكن انا ببقى محتاجها في واحدة من ال functionalities انا بشوفها في الدوائر بتاعتي طبعا من ال application ممكن نشوفها في حاجة زي كده ممكن مثلا او انا عايز اعمل qrs detection لان qrs مثلا في ال ECG بتبقى ال derivative بتاع بيبقى عالي قوي في المنطقة بتاع qrs فممكن انا يعني لما اعمل derivative ممكن اشوف المكان بتاع qrs اوضح او ممكن انا اعمل الكلام ده برضه ممكن اعايز اعمل heart rate counting ممكن انا اعمل derivative ده واخد ال voltages العالية اللي موجودة عندي وفي الاخر عداها بقى بكاونتر بحيس ان انا اقدر اعرف برضه heart rate بتاعي في وقت معين او في زمن معين بيبقى كام او عدد qrs complex اللي كانت موجودة في وقت معين بتساوي كام ممكن برضه نستعمل ال op amp بتاعنا ان احنا نعمل بي active filters طبعا دي كلها يعني filter تعتبر بسيطة جدا او مبسطة يعني ممكن اعمل filters اعقد بكتير الحقيقة زي ما هنشوف ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية بتاعت ال android filters بس انا دي نعتبر على first order filters ممكن نعمل filters زي ما احنا شايفين كده الدايرة دي بتبقى برا عن low pass filter دي عبرا عن high pass filter دي عبرا عن band pass filter الدايرة دي لو بصينا الاناليسيس بتاعها لو احنا بصينا على الدايرة دي كده هنعتبر بقى ان الاثنين دول مع بعض دول impedance ودي عبرا عن impedance وطبعا زي ما احنا شوفنا في inverting amplifier ال output بتاعنا هنا هو عبرا عن minus ال impedance دي على ال impedance دي زي ما احنا شوفنا قبل كده فمعنا كده لو احنا حسبنا الكلام ده هنلاقي طبعا ال impedance بتاعتنا هنا لو احنا بصينا هنلاقي ان هي عبرا عن 1 على j omega cf plus rf اوكي وال impedance التانية اللي هي بتاعت ال input بتاعنا طبعا ممكن نبص على طبعا دول parallel مع بعض فمعنا كده يبقى في d في d على d زائد d ففي الاخر يطلع لنا في الاخر شكل بتاعنا بالمنظر ده كده برا عن rf 1 على j omega c على 1 زي j omega c 1 على j omega c z rf والكلام ده كله على ri اللي هي الموجودة عندنا هنا لو احنا بصينا دي شوية في الاخر بتساوي rf على ri 1 plus j omega tau نعرف ازاي ده low pass filter ولا high pass filter ولا ايه لو انا حطيت هنا اوميجا بتساوي 0 عشان اعرف الفلتر ده high pass ولا low pass احط هنا اوميجا بتساوي 0 مرة ومرة بتساوي infinity لو حطيت اوميجا بتساوي 0 هنا ومرة القيمة بتاعت الباكتو ده بتساوي كام 1 على 1 يبقى معنى كده 1 يبقى معنى كده ان هو عند low pass frequencies او low frequencies بنلاقي ان هو بيسمح لها انها تعدي لو حطيت هنا اوميجا بإنفينيتي هلاقي ان الواحد على infinity بتساوي 0 يبقى معنى كده ما بيعديش high frequencies يبقى معنى كده ان ده يعتبر ايه؟ low pass filter العكس تماما بقى لما بحط نفس يعني بدلا ما بحط هنا الاثنين دول امبارل هنا بحطهم هنا in series والfeedback loop بتاعتي يبقى فيها R بس واحدة وخلاص عكاس الاثنين دول ما كان بعض بقى فبيطلع لي هنا بقى ان ال response بتاعي بيبقى جي اوميجا تاو على 1 زي جي اوميجا تاو حيث تاو دي هي عبارة عن RFCI طبعا ممكن تبقى الاثنين زي بعض يعني فوق وتحت فباسيكلي بنلاقي في الاخر ان احنا عندنا ان لو انا حطيت هنا اوميجا بإنفينيتي باللوبيتال رول هلاقي ان دي بتساوي واحد لانها بقى differentiate فوق وتحت اللي هم موجودة فوق وتحت فده بتساوي جي اوميجا تاو على جي اوميجا تاو يبقى في الاخر دي بتساوي واحد لو حطيت اوميجا بتساوي صفر يبقى معنى كده الفاكتو ده يساوي صفر يبقى معنى كده ما بيعديش فطبعا دي بيتوريين ان ده بيشتغل characteristic function بتاعته او الorder بتاعته transfer function بتاعته هما الاثنين حقيقى first order filters الباند pass filter الحقيقى هو عبارة عن combination من الاثنين بحط بقى هنا impedance بتاعت هنا اللي كان بتجيبلي characteristics بتاعت ال high pass filter بحط هنا ال impedance اللي كان بتحطيلي characteristics بتاعت ال low pass filter فهو فعاليا عبارة عن اكني باخد اثنين من دول كده واضربهم في بعض فمعنى كده انا هم نتكلم مع اول حاجة الorder يبقى ضعف كده الباند pass بيبقى دايما ضعف الorder بتاع اللي هو بيبقى جاي منه ونفس الكلام بالنسبة لل high pass فبنتكلم على ان احنا اكدنا انا ضربنا ال characteristics اللي موجودة هنا دي في دي يبقى معنى كده هيبقى عندي ان ال filter دوت بيسمح ان هو frequency اعلى من حاجة معينة تعدي وبس اقل من حاجة معينة يعني بيبقى عندي characteristics بتاعتي بتبقى combination من ال low frequency من ال low pass filter مع ال high pass filter الاثنين مضروبين في بعض نيجي في الاخر بقى نكونسيدر ال practical characteristics بتاع ال low pass filter لو احنا بصينا على frequency response بتاع ال low pass filter بيلاقي حاجة بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دا طبعا كان في زمان حاجة اسمها uncompensated up amps دي كان زمان قوي ما بقتش موجودة دلوقتي فانعتبر ان الكيرف اللي هو ال dash line ده اعتبر مش موجود ما يهمناش في حاجة الكيرف اللي ههمنا هو كيرف اللي هو الا straight line دوت اللي هو بنسميه compensated up amps اللي هو كل up amps اللي بنشوفها دلوقتي موجودة او بتتبع له او بتبع لا لا نفس الشكل ده بالظبط هنلاقي ان احنا عندنا في برامتر مهم جدا بيعرف لنا الخط دوت بنسميه gain bandwidth product ده بيبقى constant لأي up amp يعني كل up amp لو ال value بتاع gain bandwidth product بتاعها بيساوي constant الكلام ده بيقول لنا ايه بقى curve ده بيقول لنا gain versus frequency gain bandwidth product بيقول لنا ان احنا عند frequency معينة او bandwidth معين لنا maximum معين للgain بحيث ان ده اللي هو frequency times gain ده يبقى constant زي ما احنا شايفين curve ده فعليا هو بيعرف لنا الكلام ده يعني عند نقطة معينة كل نقطة من النقط دي كل ما انا عليت بالband width كل ما الجين قل او كل ما عليت بالgain كل ما الband width قل فمعنى كده لو انا عامل amplifier يعني اه يعني 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 اه يعني اه يعني زي عشرة ما ميكشور ان هما في المنطقة اللي تحت الكيرف بتاع الجيم باندويت البرودك دوت. تحت الفريكونسي كاراكتوريستيك زيلا. وهنا في اي مكان هنا ما فيش اي مشكلة. وانس ان انا جيت احاول اعدي الخط ده اللي هو الستريت لاين ده بيبقى عندي مشكلة على طول. بيبقى على طول بيحصل بيبتدي على طول الفريكونسي بتاع بيبتدي ايه? بيبتدي اقل بالشاك ده هنا كده. فمعنى كده لو انا جبت مثلا على الامبيفاير خاصة الجيم باندويته استمنح اصدرياتي بتاعه عاقلي من 1000. عشان انا بيضرب الاتنين في بعضيه والإخري القلي متى. لوانا عايز اعمل. نفس الأمبيفاير هو هو. 12 St. عايز عامل بي جيم 10 آلเทجي يبقى معنى كده السجنل بتاعدي اسمنح تقاللي من 100. لو هي اكتر من 100. لو انا دهاجل بيضع لا مش هتشوف العشرطلاف دي خالص هلاقي العشرطلاف دي بتاقي اللي تبقى الحاجة المقابلة بقى للايه للكيرف بتاع الجين باندوث بروتك ده شكل عامل ازاي فلازم يبقى في اعتبارنا كويس قوي ان الكيرف ده موجود ولازم نباخدين في اعتبارنا لو احنا بنكبر سيجنال فريقون سيكوتانت بتاعها عادي يبقى لازم اشوف اوب امب له الجين باندوث بروتك ده عالي قوي وده الحقيقى زي ما هنشوف اجزامبل كده او ريها لكم دلوقتي هنلاقي ان فيه فعلا ممكن يبقى فيه عندنا سيلكشنز الجزء ده وده يمكن من اهم البرامتر زي ما نبص عليها في اي اوب امب من الحاجات برضو اللي بتنديكيات الاوب امب ده ينفع لهاي سيكونسيز ولا اقا حاجة بنسميها سلو رايد السلو رايد ده معناه انه هل هو يقدر لو الاوبوت بتاعه بيتغير او الانبوت بيتغير بسرعة عالية هل يقدر يكيب اوب معاه ولا هل هيبقى عنده في الاوبوت ما يمنع انه هو يكيب اوب معاه يبقى فيه حاجات ممكن يحصل انه هو يعني ما يقدرش يعمل لها فالوين فده الحاجة بنعرفها مثلا بحاجة زي يعني معناه ان احنا الوقت نقدر نتغير بسرعة ولا ما نقدرش تغير بسرعة مع الامبوت اللي جاي لنا ده بفيه عندنا حاجة برضو بنسميها الافست فولتج الافست فولتج ده وقت ممكن انه هو لو احنا بصينا على الدايرة بتاعتنا ممكن نكون مثلا الامبوت بتاعي يبقى صفر يعني مثلا لو اتكلم عن V بلاس و V ماينس هما الاثنين بصفار ويبقى طلالي الفولتج في الاوبوت مهما كان صغير ممكن يبقى بيفرم معي جدا في الدايرة بتاعتي فده يفرم معي في ايه بقى لو انا بقى عمل دايرة بكبر فيها سيجنال صغيرة والسيجنال الصغيرة دي انا عملت لها افست يعني اكني خطيت عليها افست يعني خطيت عليها مثلا الفولتج دا بيعملي مشكلة انه بيبقى في عندي كمبونت موجودة في الاوبوت بتاعي مالهاش علاقة بالإيمبوت خالص فده حاجة من الحاجات اللي لازم نتشك عليها وخاصة لو احنا متعامل مع سيجنالز القيمة بتاعتها صغيرة قوي الدريفت بقى هو عبارة عن نفس الحاجة اللي بنعملها هنا والأفست دا على فكرة بيقول له حلول عشان تبقى كومبونسيتد بس اكشولي ممكن في الدريفت دوت بيبقى معناه ان انا الكمبونسيتشن اللي عملته عشان نشيل الأفست دوت ممكن مع درجة حرارة ممكن يتغير ممكن مع بعض الكونديشنز في السيركت ممكن يتغير فمعناك كده انا ممكن ابتدي بالدائرة بتاعتي انها شغالة سليمة بس ممكن بقى ممكن انها تتغير ويحصل بقى فلاكتواشنز للإيه للأفست اتطلع منها ده بشكل ما يبقاش كنترولابل فدي برضو واحدة من الحاجات اللي انا لو انا عايز اعمل دائرة بتاعتي بتامبليفاير بتامبليفاير سيجنالز زغيرة قوي وعايزها تبقى ستيبل ما يبقاش فيها اي فارييشنز مع الوقت يبقى لازم ابص عالدريفت برامترز بتاعت الأوب امب نفس شكلها عامل ازاي وطبعا كالعادة الجزء بتاع النويز اي الالكترونيك سيركت عموما درجة حراريتها اكبر من زيرو كالفن لازم يبقى فيها عندي ثيرمال نويز فطبعا مهم جدا ان نشوف النويز فجر بتاع الامب امب بتاع شكله عامل ازاي علشان نشوفه هيضيف لي نويز قد ايه انا عارف مية في المية ان هو هيضيف لي نويز بس نقطة ممكن يبقى فيها عندي لو نويز امبيفاير وفيها عندي حاجات تانية ما تبقاش مهمة اوى بنسبة لنويز يبقى تعمل مع حاجات سيجنالز بقيتنا كبيرة شوية فمبقاش مهمة اوى بنسبة لنا الكلام ده نعم لو انا بتكلم على سيجنال صغيرة وده الحقيقة موجود عندنا كتير في البيوميديكال امبيكيشنز يبقى تكلم مثلا الاي اي جي مسلا سيجنال صغيرة جدا 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 فبحتاج ان انا ابقى عندي نويز فجر بتاع الامبيفاير بتاعي اصغر ما يمكن او تعمل لو اي حاجة اللي بسميها لو نويز امبيفاير فدي واحدة برضو من البرامنتر الزريفة اللي انا لازم اوصى عليها وانا بقى ديزاين السيركت بتاعتي ندي مثالين بقى للأوب امس الممكن ايها براكتيكالي واول مثال الحقيقي هو الـ very widely used 741 اوب امم ده اللي اكتر واحد الطلبة بيستعملوه وده اكتر واحد ويمكن فعلا من الابليكيشنز بتاعه الحقيقي في اللو فريكوانسي ممتازة الحقيقي ده يعني لو بصين عليه طبعا بنصح كل الناس ان ادور على داتا شيت بتاعته مجرد بس تكتب LM741 داتا شيت على اي واحدة من السيرش انجينز جوجل ولا حاجة هيقدر اطول الناس هيقدر تنزل الداتا شيت بتاعه هنبص نلاقي بقى الباندويتث او جيم باندويتث بروتك بيظهر لي في حاجة اسمه الباندويتث كويس الباندويت دوت assuming gain of 1 يبقى معنى كده هو ده فعليا جيم باندويت بروتك بتاعنا ده عبارة عن 1.5 ميجا هيرتز يبقى معنى كده لو انا عندي signal 100k يبقى معنى كده maximum gain بتاعه اللي ممكن انا اعمله في الدائرة بتاعتي يبقى 15 لو عندي signal 1 ميجا هيرتز يبقى معنى كده الجيم بتاعي مش هيزيد على 1.5 لو عندي signal 10 ميجا هيرتز يبقى معنى كده الجيم هيبقى حاجة بقى فراكشن يعنى اوكي ولاقي برضه سلوريت بتاعها 0.7 ميجا هيرتز دي برضه تعتبر حاجة related لدي او شبهة دي مش بعيدة عنها بتكلم على حاجة برضه في الرينج بتاع الميجا هيرتز يعنى برضه ما هيش كبيرة قوي من الحاجات المهمة قوي اللي احنا نحب نشوفها برضه في الاوب امب اللي هي الاوبوت فولتج سوينج اللي هو الاوبوت بتاعي ممكن يبقى الرينج بين كامل لكامل زي ما احنا شفنا في الانفرتيج والانفرتيج عمبي فارز دول الباور سابلاي ريالز بطوي اللي انا بوصل لهم ما ساتيوريت عندهم فبنتكلم ان هو ممكن يوصل طبعا يعنى ممكن يوصل بلاس ماينس 20 فولت طبعا حسب الانبوت يعنى الباور سابلاي بداعي بيساوي كامل لازم يبقى اكبر من دول طبعا فبنتكلم على ان احنا برضه يعنى ده ممكن نستحمل رينج واسع شوية بالنسبة للسبلاي بحيس يسمح لي ان الاستيجنال بتاعي تتطلع في رينج كبير شوية الاوبام ده الحقيقى موجود في ديوان انلايين باكتج اللي احنا شوفناها في اول محاضرة او ممكن يبقى فيه حاجة اسمها متال كام باكتج بيبقى عاملة زي الترانزيستوس كده بس بيبقى في عدد ثمان رجلين ولا حاجة بنتكلم على الشكل بتاعها طبعا لو هي ديوان انلايين باكتج بيبقى حاجة بالشكل ده كده اللي احنا بنستعملها اكشوالي في المعامل اللي عندنا على البريد بورد فنركز اوي في الرقمين دول بان بوين بوينت 5 ميجا والسلو ريت بوينت 7 ميكروساكن عشان ان نقرر دلوقتي باكتج بانيي بقى على حاجة بنسميها الوايت باند عامبليفاير اللي هو بنكلم على عامبليفاير معمولة عشان يكبر سيجنال الوuchsفة بتاعها كبير المسال اللي انا هيديه على الوايت باند عامبليفاير هو اله منكلم على ده يعني بنكلم على 1.7 جيجا هيرتز يعني ده 1700 ميجا هيرتز يعني بنكلم على 1000 مرة 1000 مرة اد اللي انا شفته في الأوب امب الأول 741 يبقى معنى كده انا ممكن هنا بال 1.7 جيجا دي او 1700 ميجا لو عندي سيجنال الجين بتاعها او 1 ميجا بقدر اكبرها ب 1700 قبل كده في السورة في 741 كان الماكسما بتاع 1.5 لو عندي سيجنال 10 ميجا هيرتز اقدر اكبرها ب 170 طبعا في فرق كبير جدا بينها وبين 741 بيلاقي برضو السلوريد بتاعي هنا 3100 فولتش بالمايكرو ساكن الرقم اللي كان مقابل لها في 741 كان 0.7 يعني شافيه فرق ضخم جدا فرق اكبر من 5000 فبنتكلم على فرق كبير جدا في السلوريد فمعنى كان ده يقدر يتابع سيجنال سريعة في الانبوت بتاعه ويطلعها في الاوبوت بتاعه بسرعة اكتر بكتير جدا من حاجة زي 741 بيبقى في عندي باسميه بقى low noise كمان بيبقى noise figure بتاعه اعتبر صغير وطبعا بيعتمد طبعا كالعادة في النوائز عموما على البندوت بتاعه بيساوي كم طبعا هنلاقي الكاركتوليستيكس دي طبعا بدي تكلم على حاجة لما تكلم على هاي فريقونسي سيجنال مثلا زي سيجنال ساعة الالترساون مثلا ممكن توصل 12 ميجا مثلا او ممكن مثلا اتكلم حتى على سيجنال ساعة الامري مثلا بتبقى جايالي بفريقونسي مثلا 63 ميجا لو عندي 1.5 ميجا 1.5 تسلا اامري بلاقي برضو هنا عندي ممكن اتعامل بامليفاير زي كده معاها بس مقدرش طبعا بحاجة زي 741 خالص انا نقدر اتكلم على الاثنين امبس بس طبعا بنتكلم على فالبراكتيكال يوز هنلاقي ان كل واحد فيهم لهم مختلفة يعني كل واحد فيهم في الرينج بتاع الاستعمال بتاعه بيبقى الايديا الكاركتوريستي بتبقى متحققه فيه انما وانس ان انا خرجت بره فريقونسي رينج مسلا بتاعه او يعني بتايت اتكلم بقى على حاجة اعلى من الحاجات اللي متعرفة في فريقونسي ريسبونسي بتاعه بتكلم بقى ان انا بشوف حاجة تانية مختلفة بتبتيد اشوف بقى الكاركتوريستي بتاع الاوب امب وبالتالي ما بيبقاش الدواير بتاعتي بتبقى شغالة بالشكل اللي انا اتمنى ان تكون شغالة به الحقيقة بنصح كل الناس عشان تفهم موضوع الاوب امب ده كويس ان هي تنزل data sheet بتاع الاوب امبس اللي انا كنت بتكلم عليها عشان تبص على الكاركتوريستي بتاعتي بتعرف ازاي وطبعا بنبص دايما في الحاجات اللي ازاي كده بنلاقي غالبا typical circuits وغالبا بنلاقي مثلا بالنسبة ل741 نتيجة لان هو popular في الاستعمالات اللي هي بتاعة التجارب المعملية بتاعة الطالبة نلاقي ان له حقيقة libraries كتيرة قوي موجودة على الانترنت عبارة عن مجموعة circuits كيفية الناس ممكن تطبعها وممكن ان هي تطلع منها يعني بعض applications اللي فيها لنواحي التعليمية ممكن ببعضا نحاول حقيقة نتعلم من احنا ن implement circuits من بتاعة الاوب امب طبعا هدفنا ان احنا نعمل دايرة اللي هي كانت موجودة عندنا في الدرس بتاع الاوب امب دوت وفي نفس الوقت نحاول نتاست ال performance بقى نشوف هو بيعمل فعلا الحاجة اللي هو بيقول بيعملها ولا لا ونشوف اذا كان فيه limits للحاجة دي ولا مفيش يعني اش بس بس نحن نجرب في حاجة معينة وبس لا احنا بنحاول نشوف كمان ده بيشتغل كده ازاي والغاية فين فدي طبعا واحدة من الحاجات اللي مفروض نتعلمها عشان نعمل analysis لدوائر بدايتنا بشكل سليم في دوائر بقى اعقد من كده يعني اعقد شوية من طبعا الوب امب ده درس مهم جدا application فيها موجودة في كل حاجة تقريبا دوائر كتيرة جدا في الاخر بنلاقيها مبنية على الوب امب ايدياز حتى لو احنا اشترناها integrated circuit اكبر يعني ان الوب امب ايدياز نفسها بتبقى موجودة فيها بشكل واضح طبعا من المهم جدا من نسبالنا ان احنا نتعلم الوب امب كويس ونقدر ان احنا نطبق بيه على applications باعتنا من غير ما يكون عندنا مشكلة في كده